مرضو على أكثر الناس عرضة لنزلات الحر أو موجات الحر غير مرضى السكر مرضى اختلال كهرباء الألبة مرضى الزبزباء الأزينية احنا عارفين أن الزبزباء الأزينية أو اختلال كهرباء القلب وده وباء القرن الواحد وعشرين كان وباء القرن العشرين وامتد أيضا إلى وباء القرن الواحد وعشرين وأنا لسه راجع من أمريكا من أكبر مؤتمر في العالم لكهرباء القلب هتلاقي 80% من الأحاديث والجلاسات والندوات والمناظرات والمحاضرات والمناقشات كانت عن الزبزبة الأزينية أو اختلال كهرباء القلب الأزيني ليه بنخاف من الزبزبة الأزينية الزبزبة الأزينية لما بيحصل تصارع في الأزين واختلال في نشاط القلب الأزيني بيبقى القلب بيدرب بسرعة رهيبة جدا وكانه هيفط من السدر يجيلي يقول لي بص يا دكتور لما بيجيلي النوبة اللي هي بتاعت كهرباء القلب بحس إن سدري قلبي هيفط الهدوم بتبقى بتعمل كده واللقاعد جانبه يقول لي أنا بحس إن الأرق اللي في رقابته بيعمل كده بيبقى درجة نشاط القلب سريع جدا والنبضات سريع جدا لدرجة إن القلب ما بيبقاش فيه فرصة نواية يمتلئ ونتيجة لذلك بيبقى الأزين كانوا لا يتحرك فبيبقى فيه قابلية لحدوث الجلطات والصيف يشجع على حدوث الجلطات مع الزبزبة الأزينية ذلك مرضى الزبزبة الأزينية يخلي باله في الصيف فرصة حدوث الجلطات في الصيف أعلى جدا اللي هو مكتوب له داوة سيولة وداوة سيولة يبدأ من الأسبرين فداوة تاني معلش هقول اسمه لأنه مهم جدا الماريفانة والوارفرين وبعض الأدوية الحديثة اللي هي بتعمل السيولة ودي أغلى شوية لسه لم تنتشر في السوق المصري لكن مستقبلها جاي وأيامها جاية داوة سيولة مهم جدا ضبطه مع دكتور القلب والتحليل السيولة كل شهر لازم تعمل نسبة السيولة الـ INR وتكون أكتر من اتنين لو كسلت لو تراخيت لو أحملت جرعة لو ما حللتش وطلع أعلى من اتنين أنت عرضا أن يحصل لك لا قدر الله لا قدر الله جلطة في الأزين وجلطة الأزين الأيصر دي مهمة جدا لأن الأزين الأيصر بيدي للبطين الأيصر بيدي للأورطة اللي هو بيغازي كل الجسف فممكن الجلطة دي لا قدر الله تتنتر تروح حتى بعيدة في الدماغ أو في الشرعين الطرفية تبسط لا ممكن لا قدر الله يجيله شهر الناس فيه لسه نوية توقف عن الكلام تحصل جلطة في المخ ويامح حالات كتيرة جدا بتدخل عيادات المخ والعصاب أو العناية المركزة بتاعت المخ والعصاب وسببها زبزبة وزينية عملت جلطة وانتقلت إلى المخ عن طريق القلب لذلك كاردوينبوليكيستروك أو اللي هو الجلطة التي تصل إلى المخ عن طريق القلب دي منتشرة جدا وبيتزيد نسبة حدثها في موجات الحر وفي الصيف لذلك أنا كتبت مرة مقالة في الأهرام حر وعرق ودم وجلطات مع الحر ومع العرق وفقدان السوائل سيولة الدم بتقل ولزوجة الدم بتزيد وفرصة حدوث الجلطات بتبقى أعلى